تنمية الكوادر الوطنية حيث أشاد سعادته بما يليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من اهتمام كبير بالكوادر الوطنية وبما يوفره البرنامج من فرص سانحة وتجارب متنوعة تتيح للمنظمين في البرنامج الاطلاع على خط سير العمل المؤسسي ومناقشة برامج الحكومة مع المسؤولين في الوزرات ومأساتها بما يصهم في تعزيز منظومة العمل الحكومي وقال سعادة الدكتور محمد بن دينا أن الاستثمار في العنصر البشري هو أساس التطوير الذي تنشده المملكة في كافة المجالات وأن البرنامج جاءل يترجم هذا الاستثمار من خلال تحقيق الأهداف المنشودة والداعية لتطوير وتجيع الكوادر الوطنية من خلال نقل مخرجات البرنامج لواقع عمل المنتسبين في مختلف المجالات واستعرض سعادة الدكتور محمد بن دينا خلال اللقاء دور المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة وما يقوم به من مهام في سبيل المحافظة على البيئة إضافة إلى أهم التحديات التي تواجه العالم عموما ومملكة البحرين والدول الجزرية في ملف تغير المناخ والقضايا البيئية وما يسعى له المجلس الأعلى للبيئة من أهداف تصب في تحقيق التنمية المستدامة والبيئة الصحية